بسم الله الرحمن الرحيم لهم مغفرة وأجر عظيم وبعد الحمد لله الذي نحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة عرشه ومنه وفضله وكرمه وبعد الصلاة والسلام على أول قلق الله وخاتم رسل الله يا خير من دفن بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أن تساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أعزائي المشاهدين أرحب بحضرتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم بين الشريعة والقانون وعنوان اليوم مشكلك وحميتك بين الشريعة والقانون يعني المواطن له حماية هذه الحماية نرى وضعها بين شرع الله والقانون الوضعي أذكر في عجالة عشان اللي بشوفنا الأول مرة يعرف طبيعة برنامجنا يعني مش برنامج ديني إنما هو برنامج قانوني يتناول الشرع ويقارنه بالقانون حتى تعلم حدودك ما بين شرع الله وبين القانون الذي يحكمك وحتى نغلق الباب على باب المتقولين الذين يزعمون العلم والمعرفة ويحرمون على الناس حياتهم بغير وجه حق قلنا إن قرآن الكريم يصلح لكل زمان ومكان لأنه أتى بعموميات تصلح للتطبيق وتطور بتطور المجتمعات لذلك تصلح الشريعة وستصلح إلى يوم قيام الساعة نقارن بين القانون تحت ما ظلت أن ليس كل عدل حق إنما كل حق عدل يعني خلي حياتك كده إذا حكم لك بالعدل في أمر ما هو عدل لكن ممكن حكم العدل ده لم يُعط الحق يعني القاضي الجليل حكم بالعدل طبق القانون في دين معين عليك هذا الدين كان سنده مثلا كمبيالة شيك سند إذني شيء من هذا القبيل أهمل المحامي أو أهمل المدعى عليه أو أهمل عفواً للمدعي أن يقدم إيصال الأمانة أو يتأخر أو يترك الأضية تشتب مرتين فتكون كأن لم تكن وبعدها تكون حاجة اسمها سابقة فصل فالأضي هنا يا إخواننا طبق العدل العدل إيه قلاص رفض الدعوة مثلا لأنه لم يقدم مثلا أصل الإيصال فإذا ما رفعها مرة أخرى بيقول حاجة اسمها سابقة فصل يعني ما عادش يعرف في رجع للقضاء لكن هل معل ذلك أن حقه سقط نرجع بعد الشرع نقول أن ليس كل عدل حق رغم نطبق العدل لكن كل حق عدل يعني أن تأخذ حقك هو ده أسمى درجات العدل شرعاتنا الغراء تحس على ذلك تحس على أن نتعامل بالحسنة تحس فإذا أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي يؤتون من أمانته وليتق الله رب ومعنا أول اتصال السيد رجب من المينيا فضل رجب السيد رجب السلام عليكم أنقض على الاتصال في انتظارك السيد رجب تشرفنا بالاتصال مرة أخرى سعد جدا أعزائي المشاهدين بكم الاتصالات والله يا أخواننا اللي بيأتي للبرنامج أو في مكتبنا أو على رسائل كم كبير من المشاكل والتساؤلات والله بقدر ما أسعد بهذه التساؤلات والتفاعل مع الناس لكن بحزن من تنوع المشاكل بحزن على مرأة سلب رجل حقها وتعسف في تربيت أولاده من باب الكيد للمرأة أو من باب الكيد للأم يعني اللي بدعه فعل مشرع أن ينظر الأطفال يشوف صالح الأطفال مع مين نقول تسعة وتسعين وتسعة من عشة مع الأم الحرقة التربية مرحلة الحضانة مرحلة الحنان مرحلة يحتاجها الطفل فعلا ولا يستعر الرجل أن يقوم بها بذلك جاتني أسئلة كتير جدا هي إيه مسقطات الحضانة يعني إمتى تسقط الحضانة عن الحاضنة أو الحاضن أسئلة بتتنوع جاني أسئلة تانية هل دعوة صحة التوقيع انقضى زمانها؟ يعني ما عادش حاجة اسمها دعوة صحة التوقيع عشان صدر القانون 186 اللي سيطبق من أول 1-3-2021 أي تصرف على عقار هتركب عداد هتركب أي تصرف أي جاء حكمية لازم يكون عقدك مسجل شهر عقاري جاء القانون ويسر بعض الأمر يعني ولكن لما تظهر الليحة التنفيذية تصدر هنشوف القانون إن كان عادلا أو منصفا في إعطاء الحقوق وما إلا ذلك هنشوف لكنه خلاص حكم بأنه لا تستطيع أن تتعامل مع أي جاء إلا إذا كان عقارك مسجل فهنشوف التسجيل ده أخبره إيه في حاجة اسمها توكيل بالبيع للنفس والغير توكيل ده جل فيها أسئلة كتير جدا الراجل بيشتري بياخد توكيل يدفع فلوس ومجرد أنه خلي التوكيل اللي بيبيع له نفسه لغير يظن يظن أنه كده خلص ويبيع لنفسه ده أمر يحتوي على خطورة كبيرة جدا على لفظ يضيح حقك اللي لم تكتبه في صيغة التوكيل هنشوف هنشوف هل العقد الابتدائي يلزم مع التوكيل ولا ما يلزمش يعني أنت بتشتري خدت توكيل يبقى مع عقد ابتدائي طب التوكيل ده في صيغة إيه في خطورة لأن هنا البائع وكلك بقيت انت وكيله بتتصرف عنه كما يتصرف المحامي فممكن يرجع لك بدعوة مثلا إساءة استخدام أو القروج على مقتضى الوكالة ممكن رغم أنه بيع للنفس والغير آه يقول لك كلام ده هنشوف وهجاوب حضرتكم ده قصة البيع للنفس والغير والتوكيل بصفة عامة شكله إيه؟ يعني معهم أعمل توكيل التوكيل ده عقد إيه حدوده؟ متى يلغى؟ لو نصف التوكيل على أنه لا يجوز إلغاء التوكيل هل أقدر ألغيه ولا ما ألغيش؟ أحيانا بتكتب كده لا يجوز إلغاء التوكيل إلا بعضوره الطرفين هل الأمر بقى مؤبد؟ ومعنا اتصال أستاذ أحمد الأسيط فضل أستاذ أحمد السلام عليكم عليكم السلام جدك سيادتك اتصالت بالسيادتك عشان قرار عند الناس قرار 144 اللي هو أيوة يحمد 144 اللي بتاع إيه؟ بتاع طبعا تزيل أراضي أملاك الدولة دي ما أنا جاوبتك الحالة اللي فاتت يحمد ما أنا جاوبتك حبيب قلت لك أملاك الدولة أنت خلاص هتروح تقنن وضعك وفق قانون التصالح الجديد وهتزبط أمرك على قانون التصالح ومغرد أن تصدر لك شهادة أنك تتصلحت كل شيء بينتهي كان عليك جنح عليك يعني أي أمر فلابد أن تسرع في أنت تصالح لأن شيء يهمك جدا يعني حط إيدك على أملاك دولة عمل أمر معين من هذا القبيل لا تتصالح وأشكرك يا أحمد وبشكرك برضو على معاورتك اتصالك بنا طيب يا أخواننا نبدأ بمسكطات الحضانة متى تسقط الحضانة وترتيب الحضانات سؤال بتقال كتير جدا إيه مترتب الحضانات الترتيب من صاحب الأولوية من صاحب الأول مين والتاني مين والتالت مين ده سؤال بتسأل كل يوم معانا أستاذنا أستاذ أحمد الجندي صديقنا الدائم الإعداد بيقوله أستاذنا الغالي والله أستاذ أحمد الجندي تفضل زحمد الله يخليك تفضل يا أحمد باشي تفضل يا حبيب والله نعم يا حبيب الحمد لله موضوع حلقة مهم جدا يا ريس من باب حمايتك بين الشريع والقانون نعم يعني كيف يحمل إنسان نفسه من بعض مدعي الانتماء لبعض الجهات السيادية وبعض الجهات الصحفية وتنظيم العمل الصحفي ويحمل كرنهات وكلام اللي إحنا يعني عافع عليه الزمن ده إنه واحد يدخل على جهة سيادية ما أو على إدارة من الإدارات ما ومعه كرنهات يقوله أنا طبع مش عارف صحيفة كذا وصحيفة كذا نرجو يا فندم تصلية الضوء على كنون الصحفة بشكل موسع لأن الأمر أصبح مبالغ فيه يعني فرض بيدعي إنه صحفي ويدخل على مؤسسات وإلى ما صحفي ويبتدي بقى يعني يرهي بالناس إنه صحفي يعني الإجراء للمواطن العادي اللي زي حالات اللي يتخذوا يعني ضد هذا الإجراء أو ضد هذا الفعل يعني أنا زي أحمي نفسي من هؤلاء يعني أخذ إجراء إيه هو أمر فعلا جد خطير يعني أمر الأول الأمر الثاني ما إحنا إن شاء الله على عتاب السحفة الدستوري وإن شاء الله بكرة انتخابات مجلس النواب يعني هيدين برضو بنخل من باركم الموكر كده دعوة لجموع المواطنين يعني من المشاركة في الحياة السياسية يعني لتنظيم الخارطة السياسية وإن إحنا نقدر نصلك بحقنا بقى نعم هذا الأمر ده برضو نريد تصل للضوء عليه واتصالاتك تصلك الطيب يعني هو دعوة برضو للناس تشارك سواء تقول آه أو لا روح يعني استخدم حقك في هذا الأمر نعم أجوبك أوزي أحمد حاضر على قصة نقابة الصحفيين وموضوع الاستحقاق الدستوري الأخير في انتخابات مجلس النواب اللي تنتهي غدا بشكرك أوزي أحمد فعلا المشكلة تسألت فيها كتير جدا جدا بعض المدعين اللي يجي يقولك أنا صحفي وما تعرفش يحمل كارني منين ويخش على أي جهة والجهة المحترمة بتحترم الصحافة لأنها سلطة الرابعة سلطة الرابعة لأنها يجب عليها أن تزر الحق وتظهره وتبين رأيي المجتمع وتبين رأيي الناس لكن المدعي ده اللي دخل دخل على الناس بوسطاء زي أحمد بيتكلم وقال أنا صحفي أعمل إيه ومع أنا ميوسري تفضلي ميوسري تسأل تفضلي السلام عليكم عليكم السلام تفضلي يا ميوسري أخبارك إيه؟ أنا مسألا أنا مسأل تفضلي الله يخلي الآن أنا عنده أولا سؤالين تفضلي أولا التوكيل اللي هو بحضوره الطرفين ده يتلغى إزال حاضر السؤال الثاني بقى وده طبعا من العدل ومن الشريعة من ضمن الحاجات اللي حضرتك بتكلم فيه نعم هل لما يجي إنسان يدخل البلد علشان يحارب الفساد إحنا نحاربه؟ ولا مفروض إن إحنا نشجعه؟ لا مفروض يعني الراجل بيحارب الفساد والقيار السياسية بتدعو لذلك والعصر ده خلاص يجي بيكون انتهى يعني طيب إحنا عندنا رئيس وحدة محلية جاء اشتغل في البلد اسمه الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم طاجم نعم جاء اشتغل في البلد طور من منظومة النظافة في البلد البلد كانت بتعاني من الإهمال ومن الزبالة ومن كل شيء كأن ما كانش فيه وحدة محلية في البلد ده راجل جاء أحياها من العدم أحيا المعدات من العدم طور في الزبالة يحول الزبالة كل يوم بيشال الزبالة من البلد نظف البلد مش هيلم ويدور على المخالفات الموجودة في البلد اللي من قبل ما هو يكون موجود علشان كده تحارب لما بدأ يعدل في الإدارة الهندسية في الوحدة بدأ يتحارب وبدأ يتعامل عليهم أمرات ما شاء الله عليه نعم ويشيلوه يوضلوه في مكان تاني هل المكان التاني اللي هو يوفيه ده هيبقى أحسن من البلد اللي إحنا فيه طبعا لا لأنه كأنه تنفي هل هو ألوه بترقية أو وضع أفضل ولا هو انتقل من وحدة الوحدة لا مش ترقية ده بالعكس ده كأنهما بيعقبوه على أنه هو إنسان نزيل على أنه هو بدأ يحارب الفساد على أنه هو بدأ يحارب المرتشين على أنه هو بدأ يضطف للدنيا وبدأ يضو الإهمال بنفسه وبدأ يدور على المخالفات بنفسه على التعديات بنفسه رجل مش البلد كلها وقف وقف وحده الوتي وكلهم بيدوروا على أنهما الرجل ده يفضل في مكانه وبيتزوا بيه في البلد وعايزونه يفضل في البلد يعني الناس عايزين تبا يعني ممكن يكون نقلوه برضو الراجل إيده نظيفة والراجل كويس فبينقلوه برضا في مكان يعني يزبط فيه أكتر ممكن كل دي الوجهة ولا في وجهات أخرى برضو يعني الطابور الخامس حربه ومشاه ده أنا كنتوا في الحلقة اللي فاتت كنت بشكر في هذا الرجل رئيسal وعدة المحلية بقاريط رأسeduc خليك شرفeven يعني شكر في الحلقة اللي فاتت ان حذرتك الحذرتك اتكلمت عنه الحلقة اللي فاتت عشان كده أنا كلمتك الحلقة دي لأن الراجل ده راجل طبعا حذرتك من البلد وأعرف البلد وأعرف إن الراجل ده عامل فيه حاجات كتير ده أمثال هذا الرجل المخلص أمثال هذا الرجل المخلص يعني ده شيء طيب يطلع من عندنا بطرقية لنائب رئيس مجلس مدينة أو لرئيس مجلس مدينة كمان حتى لو سنه صغير مفروض ان احنا بنشجع الشباب ومفروض ان احنا بندعم الشباب وبندعم الناس اللي زي دي اللي هي ده انضيقه اللي بتحارب الفساد مفروض ان احنا بندعمها مش بنحاربه ده بيتحارب لصالح مين بقى الله أعلى لصالح من ضوط الفساد يعني لسه انا بشكرك يا موسري رغم يعني ما شاء الله على عرضك وعرض طيب لكنه والله برضو بيدعو للأسى والأسف هو احنا لسه برضو الفساد ولسه القصة دي كلها هجوبك يا موسري عني يا حاضر ونقول يعني ايه قيادة الإدارية برضو ما ده قيادة إدارية قيادة إدارية بين الشريعة والقانون سيدنا رسول الله ولا سيدنا أسامة بن زيد امارة جيش وكان من اللي تحت قيادته كبار الصحابة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا علي سيدنا عثمان ما خدش بالكلام ده خد بالأمر اللي هو الكفاءة والشباب والروح سيدنا أبو زر الغفاري فعلا ها سيدنا أبو زر طلب طلب من النبي نوليه فالنبي رفض فسيدنا أبو زر يعني يقول له رسول الله أنا طلبت كذا مرة توليني إمارة وحاجة زي كده يعني ليه رسول الله أنا بي شيء لا قاله لا والله يا أبو زر أنت رجل دين ورجل خلق ورجل تعيش وحدك وتموت وحدك ورجل بأمة لكنك لا تصل على هذا الأمر قاله ليه قاله أنك مريء في قلبك رقة يعني قلبك رؤية يعني فده القيادة ده القيادة الإدارية فهكلمك وهقولك يعني إيه قيادة إدارية ما فيدي الشارع وقانون ورجل ده كده نقله قانوني ولا غير قانوني أو جايز يكون نقل تعسفي أو نقل برضه لبعض المصالح هارجع لسؤال بشكرك يا موسر المدعي أنه صحفي يا أخوانا هذا الإدعاء وهو مش صحفي بيرقى لمرتبة التزوير التزوير المعنوي يقول أنا صحفي بيقول كلامه بينسب لنفسه إنه صحفي لو حامل كرنيه ومس صحفي كده أزور في ورقة رسمية قاله ما أقولش تزوير مدي نقابة الصحفيين تشبه إلى حد كبير نقابة المحامين يعني ليس كل خريج كلية حقوق محامي ليس كل خريج إعلام قسم صحافة صحفي في قناة لازم مر عليها القناة دي تسمى نقابة الصحفيين تلك النقابة المحترمة قانونة أقديمة أوي 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 قانونة 76 لساة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين حط يقبلنا شروط للصحفي ده شروط لابد أن تتوفر فيه لو ما توفرش هذه الشروط في الصحفي ما ينفعش يبقى صحفي خالص ويبقى مدعي حتى ولو كان خريج إعلام يبقى لو أحد جاءت ده عليه أنه صحفي ارجع للنقابة نقابة العامة أو فيه نقابة فرعية مش عارف نقابة الصحافين زي المحامين لا نقابة فرعية في المحافظات أو لا أو النقابة العامة مش بيعد على حد يعني المدى الخمسة من القانون ده الشرط في الصحفي يعمل إيه الصحفي ده عشان يبقى صحفي بجد يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة أن يكون صحفي مش مالك للجريدة والجريدة تعمل في نطاق جمهورية مصر العربية الصحفي ده عشان يتأيد في الجدول جدول نقابة الصحفيين زي جدول نقابة المحامين فيها جداول جدول المشتغلين جدول غير المشتغلين جدول الاقتعاء الخاص جدول الاقتعاء العام نقابة الصحفيين فيها تقريبا أربع أو خمس جداول فيه جدول اسم المشتغلين جدول برضو غير المشتغلين جدول المنتسبين جدول الصحفي تحت التمرين وضع هذا القانون شروط لأن يكون هذا الشخص صحفي المادة ستة من القانون التي يعتبر صحفيا مشتغلا من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مينة الصحافة يعني بيباشر الصحافة وبيباشرة يوميا ده شرط ومعنا تسالة اسم محمد مجيزة تسالة اسم محمد أهلا وسهلا والله حضرتك أنا أكلمت قبل كده حضرتك من حوالي شهر كده بالنسبة لزوجتي يعني اي مش أمينة يعني معايا اه من جوابتك يا محمد ايه المستجد يا ابن اللي حصل ايه اللي حصل لغاية الوقت ايش هتولهم كذا من رسال نصيش فايدة وانا مش عارف الإجراء القانون يعني يعني بتعصص رقم حضرتك من الكنترول يعني هتواصل مع حضرتك أشوف حل يعني طيب بضع بص يا محمد انت الأرقام مدمعك على الشاشة وتشرفني طالما انت مجيزة يعني مكتبي والأرقامنا هنا بعيد يعني عرض تاني ان انا مستعدي اجاوب على اي اسئلة مستعدي ااخد قضايا غير القادرين وبالذات من بلدي راس الخليج مستعدي لازل امر خل يا محمد الرقم كلمني اوتيك الشراف انت في الجيزة وانا مكتبي في شبع البستان متشاكرا يا محمد اشكرك يا حبيب فالنهاردة يا اخواننا خلاص انهو لازم يكون بيشتغل بالصحافة ويكون في شروط حططها ويكون امضى فترة التمرين في فترة نص على قانون النقابة ويكون حاصل على مؤاهل عالي مؤاهل عالي مش متوسط ولا فوق المتوسط او معهد عالي او خريك كلية اعلام قسم صحافة ولازم يمضي فترة التمرين اللي هو معهل عالي او معهد عالي برضو ده لازم يوضي سنتين تحت التمرين يستاذنا بس التمرين لخريك الصحافة من كلية الاعلام يقضاء سنة واحدة عشان نقدر نقول عليه صحفي ويباشر هذي المهنة معانا استاذ وليد من الفيا استاذ رزواليد اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك انا حضرتك كتاني كتاني وجماعش يعني داخليم في شوات ارض في الجبل ماشي حضرتك اهلا بيك اهلا بيك حضرتك وصلين اثنين امان وصل امان عليهم وصل امان علي جل على بيك ما تجيبوا العجودات وكتبوا في الاجندة عدد شراك نعم فحضرتهم في البيع وفي الشيرة وحضرتهم في كل حاجة فالارض ملمتش اهلا كان هو المبلغ بتاعهم كان مثلا اخر الشر كل واحد بيديهم مثلا 500 هما يدفع 500 ويدفع 500 اهلا بيك اللي هو محاولة مبلغ حوالي 35 في الحدد دي او 40 في الحدد دي تبقى اي المشكلة يا وليد اي المشكلة المشكلة حدثتها في ذو الوقت ان نزلنا عددين لم يتش جوموا رح عاخدينوا واصلوا واصلهم هم واخدينهم وقطعينهم واخدين عاثل بس بشراكة وايشتكوني ب250 الف جيه بموجب عائد الشراكة ولا أصال أصال يا فند أصال أمانة اه يا فند كانوا أصلا واصل عليهم واصل عليهم اخدوا واصل صحهم قطعوه واخدوا واسطنش تكوني بمئتين وخمسين ألف جين ده الإصال ده كان على بياض أو حد شهاد الواقع بتاعت انه أخري منك الإصال والكلام ده ولا ما حد شهاد هذه الواقع لا الواقع يا فندم اللي وصل الأمان على بياض واللي كذبه معندس اسمه عاد الرخاو طب بما يرضي الله بما يرضي الله بما ينابين الشرع والقانون انت عليك فلوس للناس دي لا يعني دي شراكة دي في شرطك والحر كان للأرض ما جمعتش معنا وفيه عندي شهود بالترجة دي يعني هو على المكسب والخسارة وقالت تشهد أمام الله أن الأرض ما حققتش يعني آه ما حققتش بينه بين ربنا ومعايا شهود من كده ناس من الغربية ومعايا ناس شهود من ذات رزيم من عند من هنا من المركز من هو طي يا محمد طي يا ولدة جاوبك حاضر فهمت حبيو حاضر هقولك هتعمل ايه بس ده يرجع لضمارك قبل ما أقولك هتعمل ايه يبقى خلاص الصعفي عشان الناس تطمئن ولسا زحمت يقدر يواجه هو وإخوانه وأمثاله يواجه هذا المدعي أنه صعفي بغير وجه حق خلاص فيه شروط يشوف رقبط الصحفيين يتكلم يروح يشوف رقم عضويته الكلام لكل أنا يبقى بصورة في الصحافة طيب هذا المدعي من يدعي أنه صحفي وهو ليس بصحفي قانون النقابة نص على حبسه حبسه من يدعي أنه صعفي وده بغير وجه حق سنة وثلاثمين جنيه غرام قالك ما لم يكن منصوص على عقوبة أشد في قانون أخرى طيب هو منصوص بعقوبة أشد في قانون أخرى آه منصوص على عقوبة أشد في قانون أخرى زي قانون العقوبات المصري لأن اللي بنتحل الصفة الصعفي ومصصعفي كده نصب كده نتحل الصفة مش بتاعته وفيه تزوير معنوي والأمرين دورت عقبهم أشد من السنة يعني ممكن يقض لغير ثلاث سنين حبس فطبع هذا الأمر أخواننا عشان ننظف مجتمعنا وننظف بلدنا ويبقى نعطي الأمر لأهله آه واتكلمة إزا عمل على الاستحقاق الدستوري يعني أخواننا نروح شارك دي أمانة بينك وبين الله سبحانه وتعالى بلد من يا فنم؟ بشرة من القيارة تفضلي يا سيدة بشرة السلام عليكم عليكم السلام تفضلي والله يا بشرة أنا كان فيها أنا بسن بلاوين مش من القيارة بسن بلاوين أهلا وسهلا تفضلي يا سيدة أهلا بك يا والله كان من الفين وطوانتاشر أنا بفرش في السوق وبعدين كان في واحد مسجل خطر وآه فاتهجم على ابني وقعد على الفرش فضربه فجد بقوله ليه كده يا ابني مش عارف بسره فراح مسك شفت البنورة اللي بعملوها الشيشة للجزة دي بشربوا بها آه آه ضرب ابني بالقلم وبعدين بقوله طب انت بتضرب ابني ليه؟ أم قال له إن كان عجبك وقال فرض بقى من الفرض هي السوقية دي آه وبعدين آآ رح جاب الزيزة اللي هي اللي عملها الشيشة دي آه وخبيتني بقى في ايدي إيدي دي رحت خياتها في المستشف تارسن بلاوين فهم بخياتها كانت عملة بتنزف كتير آه فجيه بقى آآ مخيات الدكتور بسرعة فساب سعى وطر موطوع زي المائي تمام المومن جيت كشفت وعملت ورحت لدكاترك كده وقالوا لي ده روح لدكتورة وعاية دموية وعمل لي أشعة قال لي ده في اه نزيف داخله كده هتعمل عملية تاني المومن جيت عملتها هل رتك بعاها يا مستديم أولا حاجة؟ آه ما هي اللي في ايدي آآ طيب وبعدين اللي حصل وعملين جيه طبعا قومت وحانوا كده واشتكيتوا فجيه دلوقتي عمال اللي بعتلي تهديد وألفاظ بقى شو بقى لما إنسان يكون مصدن خطر ألفاظ بقى ايه حاضر ماشي؟ حاضر يتصل بيه وعملية بعتلي التليفونات ويتصل بيه ومش هارسة وبعدين علشان إن أنا أتنازل فطبعا أنا مش هتنازل اي نعم يعني أنا لا يا ربنا وبعدين بلجأ لحضرتك وللقانون فأنا طلب أن أنتوا يتوفقوا جنبيني عاني حاضر حاضر يا سيديم بش أجاوبك عاني حاضر حاضر يا سيديم معاني بكون زمن البلطية وكلام ده انتهى في العصر اللي احنا فيه ده خلاص يعني معادش الكلام ده ينفع يعني يبقى استحقاق الدستوري ده قانون ودستور قبل القانون نص على هذا الأمر يعني روحي يا إيقي أدي الأمانة وشارك أو بس شارك شان ما تترحش أي فرصة لأي حد يتلعب في أي شيء بفضل الله الانتخابات تحت إشراف قضائي وقضاءنا في مصر نزيه وشريف وأمين بس انت روح شارك بس روح إيه اللي بصوتك وشارك في هذا الاستحقاق لأنه انت تعرفش خطورة من سيدخل مجلس الشعب بسن قوانين اللي بتحكم في عياتك وعلى أولادك وعلى مستقبلك حاضر ام يوسر كلمت على السادس إبراهيم طاجن في الرئيس الوحدة المحلية في قرية راس الخليج الراجل فعلا شكرته الحلقة اللي فاتت وفاجأ دلوقتي بقولك اتنقل اتنقل ليه لترقية؟ لا إن الراجل خات درجة جديدة؟ لا من اللي نقله؟ ونقله الوحدة محلية تانية أخرى لا حول ولا قوت إلا بالله تم وجاء البلد ونضى وبقى علامة طيبة للأداء الحكومي والناس بدأت ترجع لها السقة تاني في الوحدات المحلية من خلال شخص اللي شخص تسعد بيه أمة وتشقى بيه أمة الراجل بقولك جاء عمل في سيخ شرباط صلح المعدات الهالكة اللي كان غيره رميها عمل سأف جديد للمخازن بدأ يساعد الناس بجهود الزاتية اللي بترصف ويساعدهم وموجود في كل مواقع تبدأ يتنقل ليه تمسيبه كم من مشروعه ودل صلحك كقيادة سواء رئيس المركز سواء المحافظ سواء وزير التنمية المحلية إلى رئيس الوزارة وأنا بنشيدهم جميعا الناس متمسكة بالراجل يده نظيفة وبيعمل وعنوان طيب لك وممكن تكون رأس الخليج دي نموذج نموذج للجاج ومعانا تتصلوا أستاذ وجيت فضل ليه أحكام في تنفيذ المنزلة أو في طواتهم ما تتنفيذش بقى لها سنة مركز شركة المنزلة طيب حاضر أملك الأحكام يا معاني الرئيس لا بعد الحلقة الملالة وأنا ممكن أساعدك فيها وجيب بإذنها وأقولك تعمل إيه دي الوقت في عجلة يعني حاضر والأرقام موجود على الشاشة تتصل بي يعني هذا الإنسان أخوانا قيادة إدارية وقلت لك الشرع عظم القيادة وعظم الشباب وعظم الناس دي سيدنا رسول الله ولا سيدنا أسامة بزيده هو شاب صغير على كبار الصحابة فأناشد معالي رئيس الوزراء الرجل المحترم معالي سيد وزير التنمية المحلية معالي المحافظ محافظ دقالية رئيس الوحدة أو مركز شربين يخوانا قفوا جنب الراجل يخوانا ما تنقلوهش خليه كمل مشروعه الناس فرحت الناس بدأ يرجع لها الأمل تاني في العصر يحنا فيه أقسم الرئيس عفتاح السيسم ما يقبل هذا الأمر مطلقا ده هو بيشجع هؤلاء بيشجع الشباب ومعانا السيد المستشار الإسماعيلية تفضل المستشار السلام عليكم السلام تفضل حبيب حضرتك سيد المستشار لي والدتي توفت وليها أخال طبعا توفة وفي مرأس حضرتك سيد المستشار مفروض أنه يطلع بس ما فيش أي أوراق أقدر أجيب بيه حق دلوقتي فيش أي أوراق مثلا يا مصطفى يا مصطفى المرزة بتاع مين يعني من اللي مات وسب مراس حضرتك حضرتك والدتي خالها يعني أخت يعني أم والدتي يعني أخت يعني فيه شخص مات اللي هو أخت وسب مين خالك سب مين حضرتك سيد المستشار خال أمي يعني أم أمي ماجي لما مات سب مين سب مين من ورصة لا سابت أمي أنا تمام أمي أنا حضرتك المفروض أنه لها ورص من أمها اللي عند أخوها تمام أخوها دا توفة تمام وفي ورصة تمام أخوها توفة وليه ورصة الورصة الورصة إيه إيه ناس ولا ذكور إيه ناس وذكور طيب حضرتك مفيش أي أوراق سيد المستشار لا شهادة ميلاد ولا شهادة وفاة ولا حاجات من دي الإثباتات اللي أقدر أرجع بها حق المراس أو الإجراءات المتلع إيه الحل في القصة دي صحة مستشار حاضر أجاوبك أنا يا حاضر 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 يا مستشار شكرا لتصالك الستيوم مصر سألت على يا أخواننا التوكيل الخاص يعني سبقنا الأمر لكن نجاوب عليه إزاي التوكيل الخاص يلغى خلي بالك فيه خطورة شديدة في التوكيل الخاص لو خد توكيل خاص عشان بيع أو إنتشارية أرض شقة كلام ذا كله لا تكتفي بالتوكيل الخاص لوحده ما تكتفيش بيه خد معاه عقد ابتدائي وده لازم وده لازم طب متى يلغى التوكيل الخاص إذا بطوا للإجراء يعني بطوا للعقد أو انفاسق العقد اللي اتعمل من أجله التوكيل بينفاسق بقوة القانون خلاص محكمة النقد تستقرت على هذا الأمر طيب لا يجوز لغاية التوكيل اللي بحضور الطرفين يبقى لازم فعل أن الطرفين يحضرهم طب حصل نوع من التعسف والطرف التالي مش عايز ييجي ممكن ألجأ إلى المحكمة وأعرض وجهة النظر إن أنا عايز ألغي التوكيل دوت كان في ساخ مثلا العقد البيع طيب عشان تضمن حقك في تحرير توكيل خاص ضم من التوكيل خاص كل بيانات العقار وكلته في البيع لنفسه لغير الشقة كذا البحرية يمين الصاعب بمساعدة كذا مترب كذا قوضة يعني تفصيل حتى ولو كان مميل وتكتب جملة مهمة جدا أن الموكل فوض الوكيل في قبل الثمن لنفسه شفت بقى يعني فوضك أن تقبط المبلغ لأن إيه لو أنت معاك التوكيل خاص هتيجي أنت تعمل بيع للغير بلاش نفسك لابد من الشروط الأساسية في التوكيق في العقد بند الثمن ده شرط أساسي بند الثمن شرط أساسي يبقى هتكتب مئة ألف خمسمة ألف زالة تكتبه سدى بقى أن المبلغ ده من حق الوكيل الموكل اللي وكلك رغم أنه كان قابض منك وتقع في مشكلة قد يكون ما لهاش حل إذن تكون حريص في كتابة التوكيل يلغى التوكيل لو بطل الإجراء العقد الأصلي خلاص بينقاد معاك التبعية لازم تضمنه تفصيل شامل تنص بالتوكيل الخاص احفظوه يا أخواننا كده تنص بالتوكيل الخاص أن الموكل فوض الوكيل في قبض الثمن عشان ما يرجعش عليك لأنت في الأصل أنت وكيله زي المحامي ما وكيل شخص وتجاوز حدود الوكالة ممكن يرجع عليك بتجاوزك لحدود الوكالة وما انتشوخ بالك فدي حالات إلغاء التوكيل يعني نضيف برضو بالتوكيلات ونزيد فيها كمان معانا سيد العصام سواجة تفضل السلام عليكم عليكم السلام معانا سيدا عن المشكلة حضرتك تفضل بعيد عن موضوع الحلقة تفضل أنا كنت شهدان مدارف الأزهر من سنة 2000 وعندي إفادة معايا وقدمت في 2011 في المنطقة الأزهرية إمام حضرتك ماشي إفادة بإيه إفادة بإيه إفادة بإيه إفادة بإيه مدرس بالحصة تمام مدرس بالحصة بالآجل وانت شغل مدرس بالحصة تمام بويس فقدمت 2011 حضرتك آآ بعد كده جاملت طبعا المظاهرات واللي حصل ما مش حاجة تمام في 2014 في 2014 في ناس كانت زيين يعني بالحصة تعيلت وتثبت تمام فحضرتك أنا خدت العورك بتاعتي الإفادة اللي معايا من المعهد مكتومة ومنضية أصل وصور وكل ووضعت عرفين على المشيخة كدمت المشيخة تمام جاءت الأسامي من حوالي سنة بالضبط أو سنة وشهرين آآ الأسامي بتاعتنا أنا من ضمن الأسماع ذات فسألت في المنضج عندنا جاء له الأسامي راحت فين راحت في التنظيم والإدارة فجاءت حضرتك في سنة وكثلت شهور في التنظيم والإدارة فمش عارفة أوصل إزاي للتنظيم والإدارة ولا أعمل يا حضرتك طيب يا أسامي هجاوبك يا حبيب أقولك هتعمل إيه بالضبط يعني برضو وتواصل معايا بعد الحلقة لأن الموضوع راح للتنظيم والإدارة يعني بيرتبوا الوظائف بيشوفوا تمويلها المالي يعني مش عايزك تقلق برضو وشكرا يا حضرت يا حسامي ما تقلقش يا حسامي التنظيم والإدارة جاءها محايدة بترتب بس الأمور وبتضع الدرجات الوظيفية وإيه الخالي وكيفية تمويلها وإن شاء الله يبقى عطولك بإز الله والأظهر طبعا أظهرنا شريف أكيد بإز الله هيكون عادل ومنصف معك يبقى ده يا أخواننا فيما يخص التوكيل التوكيل العام ما فيش حاجة اسمه توكيل أبدي ده يعني عفوا يعني ما فيش حاجة اسمه توكيل يعني غير مؤبد يعني لا التوكيل مؤبد طول ما الموكل أو الموكل اللي وكلك عايش لأن ينقذ التوكيل العام بيموت الموكل خلاص معانوز علم الفيوم تفضل علي أيها حبيبي تفضل عليكم السلام أنا بستنياك والله بستني حضرتك من فترة والله يا سيد الله يخليك بتشكرين ربنا يعزك شكرا شكرا يا علي ايه اتفضل ايه المطلوب أنا رجل رجل معاق ومعايا خمس أولاد ربنا جاءلكم حسنتك يا ابني طبعا واخد شقة في العمير اللي هي الأولى بالرعاية تمام العاق المكتوب معايا كتبولي في دور رابع في رابع دور تمام وأنا رجل معاق معايا جزء أفكاذات يعني مقدارش أطلع الرابع مش اختيار شخصي طب لي أنت ما فهمتمش يا علي وإن أنا يعني ربنا عم عفيك ليه ما فهمتمش إن أنا معاق وماقدرش أطلع الدور رابع مش اختيار شخصي طلبت طلبت من رئيس الوحدة المحلية يعني هي أورا عبتوحكم المسال دي اتفضل طب إيه المشكلة يا علي إيه المشكلة المشكلة إن أنا اتعمال لي محضر وإن الوحدة المحلية عمال لي محضر بتلس تلس جنيه ليه 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 عشان مش عارف بقول له ليه ليه حضرتك عمال لي محضر ليه بقول لي عشان إنت سبت الشقة مساعد فيها قلتوا تمانع مساعد فيها أنا أولادي لإني أنا معندي أنا رجل معاق يعني بقى بقى مرتب المعاجر الكلام ده الكلام ده علي غير مزبوط خالص يعني عملك محضر وغرامة تلبي عشان سبت الشقة ولا عشان مسلا اتأخرت في دفع القيمة الإيجارية أو وضع يا علي إيه المشكلة يعني أنا عايز أعرف غرامك تلات تلاف جنيه ليه إذا علي طب عاود عاود يا علي الاتصال بي وكلمني بالرأي يعني بعد الحلقة وقول لي هي فين وإن شاء الله يا ابني بإذن الله ممكن نساعدك بإذن الله لكن تلات تلاف جنيه عشانش كلام مش مزبوط هذا أخواننا التوكيل العام آه ممكن يا مؤبد بعض الجهات بعض الجهات لما يلقي التوكيل قديم قوي يقول لك روحات لتوكيل جديد لا مفيش كلام ده هي بيبقى تعسف من الجهة آه ممكن تلات تجيب له صورة رسمية من التوكيل صورة رسمية من التوكيل بتاريخ حديث بما يدل إن التوكيل ما زال ساري لأن لو التوكيل ألغى هتلاقي على طول موجود تلات تجيب منه صورة رسمية أو تطلع صورة زيه يقول لك خلاص اتلغى تقدرش تطلع زيه ده التوكيل العام اللي أنت برضو تقدر تلغيه في أي وقت نصيحة برضو أنت بتعمل التوكيل لأي شخص خلي صورته عندك عشان تقدر أن أنت تعرف بيانات والكلام بكله ووليد بتاع المنفية أرد عليه حالا كان سؤال برضو الأساس وليد من المنفية اتكلم على آه صح يعني مشكلة الأرض وإن خد إيصال أخذ عليه إيصال على بياد وكان فيه إيصالات متبادلة يا ولد أنا سألتك يعني الناس دي لا فلوس فقلت له لا طيب ده بينك وبر ربنا ده الشرع طيب تعمل إيه النهاردة الإيصال على بياد لو أثبت أن الصلب الصلب بعد التوقيع أو التوقيع يسبق الصلب يبقى فيش تسليم يبقى أصبع الإيصال إيصال سوري لأن أصله تسليم الكلام ده تقدر تثبته عن طريق الطب الشرعي وتقول ده كان التسليم سوري وتقدر برضو تجيب شهود تثبت الكلام ده كله تقوي موقفك أمام المحكمة الجنح لو اشتشكوك بهذا الأمر لكن في إطار الحق أن يكون معلكش فعلا ويكونوا ظلمينك تقدر تطعن على هذا الإيصال بأنه إيصال سوري لأن أنا ما استلمتش لأن جوّر إيصال الأمان اللي هو السوق اللي بتعامل في السوق والمكتبات علي خدم وليد عشان يوصل لمحمد فما وصلش خلاص بأخير الأمان لو هذه الحكاية مش تمت وصورية لأن التسليم ركن أساسي إذا سقط ركن التسليم ما فيش تسليم أصلاً المبلغ سقط الإيصال ودعب قيمته وقبل كده كلمتوكو في القصة دي كلها يبقى احنا جاوبنا على الأستاذ وليد كان مين الأستاذ اسماعيل من المنفية من الإسماعيلية إن خلو توفى طب أنا عايزك برضو يا اسماعيل تكلمني يعني توضح لي برضو قصة أكتر إيه اللي مات ومين اللي مات وسب إيه وموقع والدتك إيه أنا حاسك إن فيه الراجل المادة عنده زكور وإناس فأولاده يحجبه على طول يحجبه أخته ومعاني أستاذ علي يتصال فادرس علي ألو السلام عليكم عليكم السلام عاديكم تفضل لأ معك راجب حضرت راجب راجب طيب عادي تفضل فادرس راجب مرحب الله خيجب فادرس دي راجب حضرت كان هقيت في حتة كلها عشوية واتصلت في ستك قبل كده محدش عامل أي نتيجة فين فاكرني يا راجب فين اللي هو الخليفة البيت الأسر مل الأسر مل اللي أكلمتني فيه فعلا فاكرك لأين حضرتك روحت روحت حي الخليفة قالوا لي الروح وأنا يجيلك محدش جنة من ساعة حسيتك والبيت والله العزيز أنا حضرت الفرش كله بره جميل دابه ونام عليه طيب يا علي طيب لما روحت وفيه تحرك وفعلا إحنا كان فيه كذا أتصل والله بأخذها وبأتصل على قد ما بأقدر أو لنا معالي فحاول حاول حاول عاول بأتصل بيه وقلوا أنت وعتين عشان ديك تتعاين وأنا قاعد في مكان أي للسقوط أو فيه خطورة داهمة وحاول تاني وتابعني برضو على الخاص التليفونيات مجولة قدامك على الشاشة نرجع بأخونا بقى للسؤال المتكرر دايما اللي هو ايه مسقطات الحضانة يعني الست الحضانة أحمد أسألينك بس الاتصالات شوية بسيطة بس أجوع الأسألة دي الأمر مش لاحق بصراحة الموضوع ما بقى روش أتكلم فيه يعني برها بسيطة بس أتكلم في كده طيب إمتى الحضانة بتسقط على الحضانة إمتى الحضانة بتسقط دا أمر مهم جدا فيه ست حالات تسقط الحضانة إذا ثبتت حاضر إذا ثبتت تسقط حضانة الحضانة إن هي اتهمت بحكم نهائي خلاص هتنفذه الأم لو اتزوجت بآخر تسقط الحضانة عنها إذ هي لو امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية للأب بتسقط إهمالها بتربية صغير إهمال جسيم يؤدي الضرر سواء بدنيا أو صحيا أو تعليميا تعليميا يعني ما بيتعلمش ما بتأديش الواجب معاه بتسقط عنها الحضانة يعني ده شرط أساسي لو ثبت في الأم أو الحضانة بسفة عامة تسقط في أمر آخر حتى لو كانت الأم هي الحضانة تسقط عنها الحضانة يعني عفاكم الله جميعا إنها تكون مريضة بمرض عضوي مرض عضوي أو نفسي خلاص كده ما نأمنش على الصغير معاه والكلام ده بيثبت بتقرير طبي سن الحضانة إنت خلاص الحضانة سقطت سن الحضانة خلاص بقى 15 سنة للذكر والأنسة للود والبنت بعد 15 سنة تأخذ من الحضانة تمام بس هنا حاجة بيخير بيخير الولد أو البنت تقعد مع مين مع الأم ولا الأب اختار الأم خلاص المعكمة بتعقم باستمرار الحضانة للأم ده ما فيش فيها كلام بس هنا بتسقط أجرة الحضانة بقى كثيرا بتاخد أجرة الحضانة بتسقط طيب ترتيب الحضانات من مين من تنازل من لي بس حقها وده ترتيب خلاص يعني ترتيب تنازلي ترتيب ملزم أول حد الأم ومها وأم الأم وإن علت ونتماشي أم أم الأم 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 ونتماشي ما كانش موجود ده الأم وأم وأم وإن علت بننزل على المرتبة التالية أم الأب وإن علت يعني أم أبو وإن علت حاضر الأخوات الشقيقات الأخوات لأم فالأخوات لأب بنت الأخت الشقيقة بنت الأخت الشقيقة بنت الأخت لأم عمات الأب بالترتيب المذكور ده ترتيب ترتيب تنازلي ودرت لهم الحق فيها في عجلة يا أخواننا برضو دعوة صحة التوقيع لم تلغى دعوة صحة التوقيع لا لسه هي أصلها مش نقل ملكية مش دعوة ملكية ده دعوة اسمها دعوة تحفظية بيتحفظ بيها الرجل على أن توقيع الشخص ده توقيعه فبيبتر يرفع عليه دعوة اسمها دعوة صحة التوقيع بيأدام محكمة دور محكمة هنا دور لا تبحث ملكية ولا تبحث في العقد ولا شروطه توقيعك يا سيدي أه توقيعك فتعكم بصحة توقيعه كان هذا العقد بعدما يصدر بيه حكم بصحة التوقيع يقدر روح ركب بيها عدد كاربة يركب بيها عدد غاز يعمل بيه كل الأمور دي كلها لكن مع صدور القانون ومن هنا لشهر 3-1-3 2020 حكم صحة التوقيع والعقد اللي مكتوب عليه نوزر في الدعوة رقم جزا معاش هيبقى ليه قيمة خالص وخط القانون 186 لسنة 1-1-2020 شروط شروط التسجيل ده بس بنبه ان شروط التسجيل دي القانون بيتكلم على بس دعوة صحة ونفاذ دعوة صحة ونفاذ دعوة صحة ونفاذ حطي لها إجراءات منها بعدما تاخد رقم بتروحتون شوفوا الجرائد ان تستذر لك حجم هذا النشر بيكون موجود في جورنانين واسعة الانتشار ونشدنا المشرع او هنشوفوا ليه حتى تنفيذية ان برضو تمني النشر لكام لان كده برضو هنعطل الصروع العقارية في التسجيل وبرضو ناشدنا الموظفين اللي بيقود ايقاف على اي حاجة يعني التقل في الناس عشان نسجل والدنيا تمشي ده التسجيل وفق القانون الجديد لكن التسجيل الرضائي اللي اتنين يروح يوقعوا البعض البايع والمشتري مفيش فيه مشكلة ده كما هو كما هو كشف تحديد والكلام بتمشي والاتنين يوقعوا وبعدين بيصدر العقد المشهر او ما يسمى في السوق العقد الازرق ده يا اخواننا المسجدات اللي استجدت وانا في عجالة برضو انا والله نفسي يعني اجاوب على كل اسئلة الاستاذ احمد بيبلغني ان فيه كم كبير متصلين انا مش عايز والله يعني عفوا لحضراتكم ما عرفش اتكلم اننا اشرح يعني بس اوفي عجالة برضو واللي عايز يتواصل معنا يتواصل على ارقام موجودة وعنواني الموجود على الشاشة والله يعني لا استطيع ان انا اعبر عن مدى ساعدتي بالقاء حضرتكم ما استطيعش ان اعبر عن مدى مساهمتي مثلا في حل مشكلة حد او ان هو يرتاح من تلك المشكلة ده والله الوجه الله خالصة لا نبغي بها جزاء ولا شكورا ولا رياء ولا سمعة ليحتاجنا تحت امره يكلمنا نجاوبه ونساعد على قدر المستطاع ان شاء الله في مرحلة جاية نحاول نتصب بالمسؤولين ونعرض مشاكلهم ونحاول ننهي المشكلة برضو قدر المستطاع اللي لا نقدر نقدم اشكركم يا اخواني اشكركم على حسن مشاهدتكم وحسن استماعكم يعني ارجو من الله ان ينفعكم بما سمعتم نسأل الله سبحانه وتعالى لمصرنا العزة والقرامة دائما وان يحفظها الله بحفظه من اراد بمصر يا رب خيرا فوفق ومن اراد بها شرا فيجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين اشكركم وإلى لقاء اخر في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة